موسيقى 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 لماذا أتيت إلى الأردن؟ أول شغلة كنت أشتغل بمحل وقصت المحل ما عدت فيه ليشغل وقف كل شغلة موسيقى تاني شغلة بسا فيه اعتقالات وفيه ما بيخلي المواحد زوائف هويته و ما هويته دعولك مليون حجان وشان هيك موسيقى هل المنظمات بتعطيك حقوقك كاملة بتكفيك؟ بعطوك أشياء بتكفيك؟ أنا بيعطوني الشي لأن لأن أول شغلة أنا عندي الولاد أبني أحمد مريد كلنا بجيب له على حسابي ما بيهدوني شي يعني يبني معهم مرضي اليورة ساكة بجيب لحاليبنا سعودية وهو مافي الفيتامين والله بسم الله عنه السودية بنزوي الأكل تبعه كلنا بجيب له على حساب وهم دي طال له أعفاء وطلع مان في القمار يطال له هل صار معاك أي حدث؟ يعني أزعجك أو أزعج عائلتك؟ أي حدا من هون في الأردن؟ أزعجك أو أزعج عائلتك؟ مرة كنت عام بشتغل عام أجو الوافدين وأخذوني أخذوني للمحل حطولي كلب شغل دول قاتل قتيلة وحطولي بالسجن خلولي بالسجن أربع ساعات حتى ضلعوني جواحد تكفلني وطلع لحنا قالوا لي مرة تاني إذا تتكرر ترعى مخيم السادة ليش أخذوك؟ لاني عم أشتغل ممنوع أتشتغل أسولي ممنوع أتشتغل طيب ممنوع أشتغل وشي ما عم يكفي شو يعمل واحد؟ للمعاشي اللي بيعطوني قصائم الغزائي بقتدول أهو، أين تأجيت على الأردن؟ صليم، جيت بـ ١٢٨٨٨ صليت ٣ سنين تألي لكم يعني ٢٨٨٨؟ أي سنة؟ ٢٠١٨ ٢٠١؟ ٢٠١؟ ٢٠ يعني كم سر لكم؟ ٣٣ سنين؟ ٣٣ سنين ما هو نوع المساعد اللي أنت بتحتاجها؟ أنا نوع مساعدة بديها أنه بس بدي حالي جوالات أنا أبني مغيد بحاجة لعلاج علاج بالأردن ما فيه تطلع أنه مالو علاج بالأردن فيه بعلاج، علاج واحد أنه بس الدواء بيعطويا وبس وقت لهم يعني روح تجربت مستشفيات؟ روح تجربت مستشفيات؟ ما خليت مستشفيات ما رحت لليه ون روح تعمل مستشفيات؟ رحت عمشفى الجامعة رحت عمشفى الأميرة أميرة سلمة رحت عمشفى البشير كله ما فيه كله علاج ولا أو بدأ تطالق إعفاء إعفاء للسوري ما ليه ما بيطلع له إعفاء للسوري يعني أطلع أنه أخدته مرة عن بكتور بالخالدي اسمه هلي الحوامد تكشف على الولا أنه قال بيصر له عملية زراعة كبيرة اللي حس أحكى لك الدكتور هذا الدكتور المستشفى الأخذ باليوري السايكل قال بيصر له عملية بيس في واقتصاصي بس بتكلف مئة ثيله دينار اللي حس احكى لتؤ差 فى المستشفى الاقتصاصي؟ ن�니다 اليturبي قل اللي إنه بيصر له عملية هنيك بس بيككلفábшего أعمل كلها طيب شميت ألف دينار يعني المبلغ مو إنه فيه زراعة كبيرة طيب تقدر تحكي عن ولدك تقدر تحكي توصف لنا كيف يعني بتاع المعاك أبني شو مرضو؟ أها بالضبط أحكي نفس أبني مرضو اسمه يورا سايكل يورا سايكل؟ ايه هو مرض شبه ويلاصي لأنه يكون زوجتي بنت خالطة يعني هني عالوا إنه من الحالات نادرة إنه بيكون في بنت خالطة وإنه بيجي هيكل ولا هو مرض بالكبد إله أكل خصوصي إله حليب خصوصي إله فيتامين إله أهدا الصودية بنزاوية مشان الاستفاع الأمونيا ما يرفحها أهم يعني كل شي أكل بيكون بانتظام يعني إنه ألو أكل خصوصي أه، لطحين، الخبز، الخبز تبعه حتى بجي بلويا يعني مو إي خبز مفتشته، يعني الخبز بيكون ما في بروتين خضار بس خضار يعني ما بدي يكون في شي بروتين بالمرة أنا هي المشكلة اللي عم عاني فيها إنه أولا ما له علاجة طيب أنت كيف بيجيب له هاي الشغلات؟ كيف تقدر أنك أنت يعني أنا إيام المصالي بتلاوية شي منا بجي 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 بمسالا مننا ألي بيحسن له، ألي بيعل بيعلو والباية بتفعلها للمدست المبات يعني ما في حول ديس بيطلع لدعم من المنظمات؟ بيطلع، الشهر بيطلع لـ 220، وشهر بيطلع لـ 120، وشهر بيطلع لـ 200 يعني يوم بيبعتوا لي لسالة إنه تأسف الأمم المتحدة لعدم وجود لهاي مرة بيطلعك جاية مساعدة بالفعولية يعني أكتر شي أكتر شي 220 أهو، ما أكثر ما خليت جمعية الـ O.N. رحت لها ما استفدت شي، رحت على الـ U.N. كمان ما استفدت شي الـ U.N. رحت أكتر من مرة، رحت على المقابلة ورحت على هي قدمة قالوا إن إحنا بس هاي، أما مرض ما مرض ما إنا مسؤولين ؟ sí إنه ما فيه شي عمي أديه، أول شغلة ما عم يخليه السوري يشتغل وإذا اشتغل بكمشوه يحطوه بسجد إنه ما فيه يعني، الثاني شغلة إنه مساعدات ما فيه قليلة كثيرة يعني إن كان من الأكل بالمصاري ما فيه قليلة كثيرة يعني ما عم يجينا إنا غير هالكوبون هالأصال ستين دينا، نحن صد أشخاص الثاني شغلة هالأصال، أكيد قصري من المصاري بدي يجوني هلالك بدي أطلعوا مية وعشرين دينا، بس هدول هيتطلعوا دينا مرح يدوني شيء، إذا إلي بدي أدوني، علاج ولد مرح يدوني أنا الولد الحلو، بدي أم يتم تلك بسيب الله إنه اللاجئين السوغيين لازم ما يشتغلوا بمملكة إذا بيشتغلوا بجي الوافدين، بيعضوهم بحكوهم بالحبس يعني أبن خالي واحد منه، قلت مبارع صغر، ثلاث مرات، لقد أطلوا يا أخيدي، أخير مرات أطلوا أخير مرات أطلوا يقولوا يوديك على الأيان، راسول أبن خالي إذا رجع على السوغي، تغلي أعدهم رائعي، إنا باع إنه ما في يشتغل، اللاجئ السوري لازم ما يشتغل بيرضى بالليل، بليعمد رعو، في عالم ما بيتدوه، في عالم عند إجارات بيه، أنا واحد منه وانا انا متضلل اقتر منه ان اوهني مغي فيه عالم بتقدي فيه عالم لا فيه عالم ما يعني احقي الوعد عليها هو وضع يعني فيه عالم بقلك فيه محا مصالي سولين وعم يانغي مفاعدة فيه عالم بحاجة انهم نقطع دمك يعني ما فيه من اللجنة تطلع تشوف الوضع جكيف ما فيه عالم بحاجة احكي لك كيف عائلتك متقلمين مع الوضع هون متقلمين مع الوضع شو الاشياء اللي يعني مزعجيتهم الحياة او شو كيف شايفين الحياة هون احكي لك احكي لك شر مستدل انا مشاهد تعلي انا من فترة جاي ابني اسمو ياسي صف اول مدرسة الاميرة سلمة نالو شباك بابا قال في واحد بابا عم يدخن بالصف نالو شو اسمو شو اسمو المدرسة الاميرة سلمة نزو رحنا للمدرسة ولا شفتنا الولد صغير ماسك سيجارة وعم يدخن رحنا عند الانسر عند المدرسة كمان نالو شو اسمو المدرسة وحن يدخن قاتلي لأ كذب وادا ما بيسعي لطيب الايليا لصف غيره انا والله احنا مام نتصرفين فى صف غيره انا والله احنا مام نتصرفين فى صف غيره انا الدنرون غير صف غيره ما بيها يعود مغارسة القرى وما نزي لأ ماذا، تصرفينو انا النصطح ندخنو انا ماتت بيجي بتأكد الستي وتأكد الستي انا ماتت بيجي اخته مع ال93 تأكد بنتي زينب صف نشحة عداة شو اللي بدك تحكي للدول الغربية ماذا بدك تحكي توصلهم فكرة عن اللاجئين السوريين في الأردن أمريكا أمريكا شو الفكرة بدك توصلها لأمريكا أو بريطانيا أو أوروبا بشكل عام عن الحياة هون في الأردن للاجئين السوريين الحياة صعبة كتير صعبة الأمكان السوري والأمكان العراقي أو شيء أول شغالي أطلق أن السوري ماخي يشتغل يضلوا المصالي كوبون غزاي والمصالي عمتل هولو وفي عالم كتير ما أطلع على الشيء أنا بعرفهم يعني لا أطلع على كوبون غزاي ولا مصالي وقفوا عنه أنا بعرف واحد قد أشتغل عنده بسوريا الآن أجلهم توفيت بنته هون محام مرض السرطان بالدن توفيت بنته هون يعني الآن ما تصفيله شيء توفيت بنته هون ما عدت تصفيله شيء يعني كان يطلع له مسالي هلأ ما تطلع له شيء في كتير عالم من الضلر كتير بسوريا الواحد كان عايش قبل الأحلاس ما في شيء أنا معلم في شيء عالم في عالم تاركة ملايين ومليارات تصليهم وجدهم أنا بعرف عالم كانوا من أغنياء أغنياء كتير أغنياء أغنياء كد أشتغل عنده أنا قصف محلة الله يسروا الله بأمامي مصاري مصاري تاجي البناء بشربة مصاري الأرض بس بس هلأ ما وعيش هون ما وعيش هون ما وعيش هون ما وثلت أنه هون استبلوا مع بازير بس أصدي ما وعيش هم هلين إنه خانئين والواحد يعني أنا طلعت مرة مع شفير تاكسي ما وعيش هون قال لي أنت السوريين ما خليتوا شي بالمونا يع زي ما تقول على حساب عم باخدوا الخبرة ولا الفواتي ولا الهي يعني ما عارفة إنه أنا مدشر مدشر كل شي بسوريا وجاهدة إجباري عني يعني فكر أنا أنا مبسوط هون مدشي واحد مثل بلغة ملح لايكي يعني أنا إذا بدي إنه بس هنو يعجوي البلد بطل بس في علاج طبعا لي مرد كان ميرت كولا كان ألمانيا فنسأت إنه في الألمانيا ما بيع علاج بلد كم بتكلفك الأجارات هون كم بتكلفك الشراء الخضرة كم تحتاج يعني مصروف شهري أنت كم بتصرف حاليا أنا أجار البلد عندي 180 ديلا أه في عندي أحمد بده بين دوا والحليب طبعا بده شميتين ديلا على كل شي لحليب لحليب هي طبعا مع المتعزات الغزائية كان ميرت وانين كان أبي محلا لا نحن بدي شميتين 150 ديلا بدي وصل بس فكرة بدي وصل بس فكرة إنه بالمولاد مستعب بالمولاد لح تاخد لحمة لازم تاخد لحمة بعض ما يعني إلا ساوي لك يا دولك لا ما أخي يا بتاخد هيك يا ما أخي يعني آخر مرة لح تخانها أنا هيا طيازينيش يتبلعش هم باركده بدي لحمة بص جنديا آه لحمة لأنه كورونا هي مبساوة اشتركوا في القناة